شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الفتى عامر أبو زيتون إلى مثواه الأخير في مقبرة مخيم بلاطا شرق مدينة نابلس وكان الشهيد أبو زيتون البالغ من العمر 16 عاما ارتقى فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم المخيم لاعتقال مقاومين فيها كما وأصيب خمسة فلسطينيين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة في الوقت الذي أعلنت فيه كتيبة بلاطا وعارين الأسود عن تصديهم لعدوان الاحتلال واستشد منذ بدء العام الجديد خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال